الزمالك الزمالك واصل لحد فين في ملف المدير الفني وإقاف القيد تعال بحكي لك اللي بيحصل دلوقتي جوى نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك يلا بنا مجلس إدارة نادي الزمالك وضع عددا من الأولويات في أهم ملفين سواء المدرب الجديد أو أزمة إقاف القيد مديونية النادي بلغت حتى هذه اللحظة واحد ونص مليار جنيه خضة والله واحد ونص مليار جنيه بما فيها المستحقات الخاصة باللعابين السابقين ورواية بالأجهزة الفنية للفرق الرياضية ومتأخرات اللعابين وخلافه المجلس يرى أنه لا جدوى في الوقت الحالي من التعاقد مع مدرب أجناب محروما من القيد والمجلس يسابق الزمن في الوقت الحالي لتوفير أموال تساعده على رفع حظر القيد لتسجيل لعابين جدد في يناير المجلس بدأ بالفعل في التفاوض مع لعابين للتعاقد معهم بغض النظر عن حل أزمة القيد وعمر أدهم عضو المجلس بدأ بالفعل في التواصل مع نادي سبورتينجلش بونا البرتغالي واللاعب خالب بطيب في محاولة للتفاوض وحل الأزمة مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بوقف القيد حتى الآن الاختيار الأقرب هو استمرار معتمة جمال مديرا فنان حتى يناير على الأقل خصوصا أنه لا توجد ضمانات مؤكدة لرفع القيد في الفترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل والمدرب الأجناب القادم من الزمالك سيكون وجه جديد لم يصبق له التدريب في مصر مجلس الإدارة يدرس ظهور الكابتن حسين لبيب رئيس النادي في حوار للمصرحة عبر قناة النادي لتوضيح كافة الأمور أمام الجمهور خلال الأيام المقبلة ليه بقى كابتن حسين لبيب في تفكيره أنه يطلع يتكلم مع جمهور نادي الزمالك بص الوضع قبل ما المجلس ده ييجي كان وضع صعب جدا وأنا قلت أن المجلس ده أو كان أي حد هي وقت اللي انتخابات قلت نفس اللفظ كده اللي جاي دلوقتي ده بطل داخل شايل حمله شايل شيلة تقيلة قوي 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 هي المفاجأة أو مش المفاجأة الواقع بيقول إيه أنه المجلس الحالي ده كان داخل على شيلة تقيلة وهو عارف كده بصراحة كلهم عارفين كده وكان عندهم أو عندهم كثير من الحلول لها بس لما داخلوا جوة وبدأوا يتعمقوا في تفاصيل كثيرة 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 لقوا أن الشيلة مش تقيلة لقوا الشيلة تقيلة 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 أوي أوي هيعرفوا يتعاموا معها التصوري وتوقعي آه الموضوع هياخد وقت آه جمهور الزمالك المفروض يزبر آه إدارة الزمالك محتاجة تطلع حلول ابتكارية أو حلول فيها شوية كرياتيفتي أو ابتكار يعني بسرعة آه موضوع صعب جدا فجمهور الزمالك يزبر إدارة الزمالك تشتغل بشكل أسرع وبحلول فيها ابتكار أكبر عشان يلحق يلملم أوراقه المتبعترة في كل حد أمور صعبة جدا بصراحة على نادي الزمالك والله يكون فعون المتواجدين وبالتأكيد الله يكون فعون جمعين نادي الزمالك تصوري أن الأزمات دي هتتحل هتتحل في كل الأحوال حتى لو طال الزبر أقول بس الفكرة أنه مش المفروض يطول قوي مش جمهور الزمالك نفسه ما بقاش قادر يستطيع